تحت عنوان النقل المستدام وكونه من المحاور الهامة التي سيتناولها مؤتمر المناخ كاب 27 نظمت تنصيقية شباب الأحزاب وسياسيين ورشة عمل بحثت ووضعت توصيات داخل إطار قضايا الاستدامة المستدام تم الحديث عنه منذ قمة الأرض سنة 92 ويمكن أدرج في إطار الاقتصاد الأخضر وإن كان مفهوم الاقتصاد الأخضر مستجد الحديث عنه كان سنة 2008 تحديدا واللي هو بيشار إليه فيه متن البند 11 في استراتيجية التنمية المستدامة المتعلق بالمدن الجديدة القاهرة عندها 3000 أوتوبيس طبعا حالتهم سيئة فيه جزء الثاني بيتشتغل معهم فيه اللي هو حوالي 140 أوتوبيس اللي هما الكهرباء اللي راحوا شرم الشيخ وبعد المؤتمر في جزء هيجي محافظة القاهرة والجزء الثاني إن شاء الله هيجي محافظة اسكندرية لأنه هما الاثنين بيعانهم التلاوز خرجت الورشة بعدة محاور رئيسة منها القيمة التي سيضيفها المونوريل ومتر الأنفاق والسيارات الكهربائية كمكون هام ومساعد للقضاء على تدعيات التغيرات المناخية نحاول نسمح بتحويل المركبات اللي هي الموتسيكلات المركبات الخفيفة تبدأ إنها يتم السماح بتحويلها كهرباء كنا بنتارجت العمل للغاز الطبيعي ولكن لا استهدفنا انجرسة الكهربائية ويبقى في أكثر من ثلاثين شركة بيتم عرض الكرام ده لذات الوعي الناس تشوف الكرام ده بعينيها تبدأ تشوف تجرب كان لتنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين كيان سياسي خلاله تم تتشين لجنة خاصة بتغيرات المناخ وبداخلها دراسة كاملة تناولت كل قضايا المناخ ومتغيراته وأتر التعامل معه اشتركوا في القناة